بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوب وأسروا النجوى الذين ظلموا أن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما نرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجابا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجلناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا ترقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا نتخذناه من لذننا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض أو ينشرون لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمة ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميدا وجعلنا فيها فجاجا سبنا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فثنها وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلئة وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سوذيكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردا ولا هم ينظرون ونقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنار من الرحمن بلهم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض لن قصوى من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا تسمعوا الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لمنكرون ولقد آتنا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد قمتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أن أنتم اللاعبين قالوا بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلياتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلياتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير هذا فاسألهم إن كانوا ينتقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على روسهم لقد علمت ما أولئيا تقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آياتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار أوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بني كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوبنا فيها وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوننا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعيما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا القوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجلنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القروم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعما وسخرنا مع داود الجدار يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة نبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجريب أمله إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربا وأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغن وكذلك نرجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تزرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهدنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ولناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرار على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وايدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطب السناء كطي السجن للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا نبناغا لقرب عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مصرمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سوى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنهم يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فثنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة